صباح الخير صباح والجمال وزي ما زميل علي كان بيتكلم على أخبارنا هنتكلم نعرض على الأخبار رياضية هنتكلم ونبدأ على المنتخب مصر الأولمبي هنبدأ بكابتن شاوه غريب والمنتخب الأولمبي اللي عنده رحلة مهمة جدا وكلنا بنتمنى له التوفيق وهي الرحلة في توكيو في اليابان في بطولة الأولمبياد كابتن شاوه غريب طبعا كان أعلن الفترة اللي فاتت أو الفترة الأخيرة عن القائمة المبدئية اللي حتضم 30 لعب حوالي 30 لعب ولكن فيه برضو 3 لعبين سيما حضرتكم عارفين أن هم اللعبين الكبار هيبقى محمد صلاح بنسبة 90% هيبقى كابتن محمد الشيناوي حارس الأهلي هيبقى مين التالت لسه محدش يارف طبعا يا محمد لو كابتن شاوه غريب فكر أنه يختار لعب من الاتنين المتبقيين بجانب لعب الكبير محمد صلاح ممكن فيه احتمالية كبيرة أنه يختار محمد الشيناوي حارس النادي الأهلي ولكن هنا ممكن تقابل مشكلة لكابتن شاوه غريب أن النادي الأهلي بيلعب في بطولة إفريقية النادي الأهلي عنده ماتش مع التراجي يوم 19 إذا كسب النادي الأهلي هيلعب النهائي يوم 17 في المغرب وفيه ناس بتقوله أنه ممكن يتأجل لـ 27 أيا كان فالنهائي دور أبطال إفريقيا هيتلعب يوم 17 أو يوم 27 طبعا بطولة توكيو هتبدأ يوم 22 فهيبقى فيه مشكلة هنا مع الكابتن شاوه غريب في اختيار محمد الشيناوي ومش بس في اختيار محمد الشيناوي النادي الأهلي فيه حوالي 4 أو 5 لعيبة بيلعبوا في المنتخب الأولمبي بيلعبوا برضو في التشكيلة الأسية للنادي الأهلي كابتن صلاحة محسن كابتن ناصر ماهر أكرم توفيق بيكهام كل الناس دي طبعا بتلعب في المنتخب الأولمبي فهنا فيه مشكلة عشان كده كابتن شاوه غريب من كم يوم كان بيفكر أنه هو يعمل اجتماع هيحضر فيه كابتن حسام البادري كابتن محمود الخطيب وهيحاولوا يتواصلوا لمشكلة أو حاولوا يتواصلوا لحل المشكلة اللي هتواجههم فيه بطولة توكيو في المنبيد توكيو مزبوط كلامك علي طبعا كلنا عارفين أن كابتن شاوه غريب في مقزة كبير جدا أن حتى الآن لسه برضو نادي الفربول فيه بعض الصعوبات فيه أنه يخلص إجراءات من محمد صلاحي بشكل رسمي في لعب نادي الفربول ناوي يبقى موجود بالجانب كمان أن كابتن محمد الشناوي برضو محدش عارف هل الأهل هيقدر ناوي يكمل البطولة بعالي لطفي الحارس التاني والله هو كابتن محمود الخطيب أكيد هيبقى فيه متفاهم طبعا في النقطة دي ممكن آه احتمال كبير لو كابتن شاوه غريب طلب محمد الشناوي ممكن فعلا النادي الأهل يكمل البطولة بعالي لطفي ما فيش مشكلة أكيد لأن طبعا كلنا بيتمنى التوفيق لمنتخب مصر كلنا بندعو منتخب مصر لأوليمبي يا جماعة كابتن شاوه غريب إن شاء الله بإذن الله يكون موفق في البطولة إن شاء الله بإذن الله كلنا مع كابتن شاوه غريب ومع منتخب مصر عندنا طبعا حاجة مهمة جدا هو كابتن حسام البدري اللي كان يعني ليه تصريح حوالي من يوم أو من يومين وقال إن هو لو كما كان كابتن شاوه غريب وكان مدير فني المنتخب الأوليمبي كان عياخه دي علي أحمد حجازي دي كانت المفاجأة لأهلها كابتن حسام البدري طبعا نقول كابتن أحمد حجازي نجم كبير وهيبقى إضافة كبيرة طبعا للمنتخب الأوليمبي بجانب اللعب الكبير محمد صلاح وبجانب طبعا محمد الشناوي فأنتمنى إن شاء الله كابتن شاوه غريب يكون موفق فيها زي البطولة إن شاء الله ومنستخب الأوليمبي يحقق مديريا إن شاء الله في البطولة إن شاء الله بإذن الله كابتن شاوه غريب طبعا وعدنا ولعبتنا رجالة وإن شاء الله بإذن الله كلنا في ظهره سواء كان كابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي أو حتى جميع الجميل المصرية البطولة دي يا جماعة بطولة مهمة جدا إن شاء الله ناخد مديريا فيها نأدي أداء محترم وأداء مشابه طبعا نمحب نروح معكم لفترة جديدة أو موضوع جديد خبر جديد عن النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي نادي الأكثر تتهجا بالبطولات في مصر وأفريقيا النادي الأهلي محمد مبارح النادي الأهلي كان بلعب مباراة ودية مع مصر للتأمين خلصت اتنين اتنين ولكن المباراة النادي الأهلي تلعب خسائر في هذه المباراة محمد طبعا زي ما شفنا إصابة واليد سليمان إصابة محمود متولي الإصابات في الفترة الأخيرة محمد ظهرت بشكل كبير في النادي الأهلي فإيه سبب الإصابات في النادي الأهلي في الفترة الأخيرة؟ طبعا النادي الأهلي بيعاني بقالي فترة كبيرة حتى لو كل جميعين تتذكر إن بعد كاس عامل أندية في لعبة بدأت تزعلها إرهاق بشكل كبير جدا وبالفعل محمد هاني كان باين على محمد هاني وكان باين على علي معلول باين على كتير من اللعبة فعلا في النادي الأهلي في الفترة دية وبرضو كان فيه ضغط المتشاط في شهر إبريل لو تفتكر كان النادي الأهلي بيلعب ماتش كل يومين أو كل ثلاثة يام فكان فيه ضغط وإرهاق كبير على لعبة النادي الأهلي وعايز أقولك كمان مش بس محمود متولي اتصاف ماتش مصر التاميني ودي وكمان وليس سليمان وغير كمان أصابة أفشا ولكن الدكتور رحمد أبعابلة إن شاء الله طميننا إن ممكن محمد مجد أفشا إنه يبدأ مباراة الترجي نتمنى التوفيق طبعا ونتمنى إن نشوف محمد مجد أفشا لعب محواري مهم جدا طبعا ومسلماني يعني استحالي يجازب محمد أفشا لو رجع طبعا فغالبا أفشا مش يلعب المتش الأولاني في الترجي فممكن يبقى فيه بديل لأفشا نتمنى التوفيق مثلا إنه يكون ياسر ناصر ماهر في كازحال يا علي يعني ممكن هو مثلا كابتن مسماني أو مستر مسماني ممكن يلعب بناصر ماهر لعيب برضو موهبة كبيرة جدا ولعيب في منتخب الأولمبي برضو فممكن يبدأ ياخد فرصيته يبدأ يلعب مكان محمد مجدي أفشا أو أكيد مثلا المسماني لو أفشا يعني ما قدرش إنه يلحق المتش أكيد حبقى فيه حلول إن شاء الله والأهلي ينجح إنه ياخد البطولة إن شاء الله تاني على التوالي في أفريقيا إن شاء الله طبعا محمد وما إننا اتكلمنا عن نادي الأهلي نادي القرن نادي الأكثر تتوجيا بالبطولات فهنروح للكتب التاني من الكرة المصرية نادي الزمالك طبعا نادي الزمالك نادي كبير نادي عريك نادي برضو حصل على بطولات كبيرة نادي كبير في مصر وأفريقيا نادي الزمالك أمحمد في فترة الأخيرة بيواجه مشكلات كبيرة في الإدارة سواء في المشاكل المالية اللي حصلت في الفترة الأخيرة في الزمالك في عقد تجديد مسماني فرجاني ساسي فمحمد شايف إن مشكلة نادي الزمالك ومشكلة الإدارة دي طبعا نادي الزمالك يا علي وأكيد كل جميع القلع بيضاء وعارفين نادي الزمالك بيعاني بعد رحيل المتشاركة المنصور في خلال المجلس المعين في بعض المشاكل الإدارية في بعض المشاكل المالية تجديد عدد فرجاني السياسي اللي يعتبر عقده منتهي فرجاني السياسي سافر في ناس بتقول وفي بعض المصادر في تونس بتقول ان هو مش هيرجع لكن ان شاء الله بنتمنى له التوفيق كمان نادي الزمالك دخل بعض الأطراف زي أشرف بن شرق وصديق مقرب لفرجاني يحاول ان هو يبدأ يتفاول كانوا دخلوا كذا واحد برضو كانوا مكلمين وزير الرياضة دخل وزير الشباب تتكلم في الموضوع وطبعا فيه برضو بجانب مشكلة فرجاني السياسي طبعا مدير الفني السابق بتشيكو كان ليه برضو نص مستحقاته صرحوا كيل أعماله من فترة ان هو ممكن يكون فيه أواضي بينه وبين النادي الزمالك فدي مشكلة طبعا كبيرة لنادي الزمالك برضو فيه مشكلة كبيرة دلوقتي للنادي الزمالك عن المؤجلات بتاع الدوري والكاس فشايف ان ما فيش تكافؤ فرص في الدوري والله نادي الزمالك طبعا بيتكلم في حقه هو شايف النادي الاهلي لعب مباراة كتير يعني النادي الاهلي لعب مباراة أعلى حوالي 6 مباراة في الدوري فيه فرق 6 مباراة الاهل لو انتصر في 6 مباراة دي هيطلع في الجدول فوق الزمالك بأربع نقاط كمان والتنصيق كمان في الكاس تمام ان شاء الله نكمل كلامنا في الحلقة القادمة انتظرونا ان شاء الله يوم الجمعة القادمة الساعة 10 صباحا في برنامج ميديا زوم اتمنى تكون عجبنا حضراتكم وبالتوفيه ان شاء الله محمد وحب اشكر زميل محمد في الاستوديو شكرا شكرا يا علي وشكرا لستاذ المشاهدين واتمنى نكون ايدنا نقول لكم اهم الاخبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة